هنا سؤالي شيخ عن حكم الأضحية خارج الدولة هكذا هو السؤال ورد بالنسبة للأضاحية الأصل فيها أن السنة يقيمها الناس في أمصارهم وأماكنهم ويتعبدوا لله عز وجل بذبحها وشهودها واتقروا بالله تعالى بالأكل منها هذا هو الأصل وبالتصرف بإهدائها والتصدق فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير هذا هو الأصل في ذلك وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الهدي إلى مكة لحرمة المكان والشرف لكنه في الأضاحي كان صلى الله عليه وسلم يضحي في المدينة ويظهر هذا أمام الناس ليأتسوا به ويقتدوا فكان يذبح هديه صلى الله عليه وسلم في المصلى بعد الصلاة ليشهد الناس ذلك وتشيع هذه السنة فالأصل في هذه السنة أن يظهرها الناس في أماكنهم وفي بلدانهم وفي أمصارهم إذا دعت حاجة إلى نقلها إلى مكان آخر فلا حرج في ذلك وصلى الله تعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين حسن الله إليكم الشيخ ترجمة نانسي قنقر